ورجعنا مرة تاني حبايب يجي لألفن وخمسة المحترمين حبايب القلب إلى موضوع الـ verb to have شرحنا الـ be verb وشرحنا الـ do verbs لذلك رح ننتقل الآن إلى الـ have verbs أفعال الـ have نشوف ما لها وما عليها الآن احنا بالنسبة لنا بدنا ننتبه أنه الـ have مجموعة الـ have من المجموعات السهلة لأنه أركانها وعنصرها بسيطة هي عبارة عن have و has في حالة المضارع و had في التصريف الثاني إضافة لذلك had في التصريف الثاني في أصلا من هيك have has had هاد فيش أحلى من هيك طيب نشوف الآن هذه المجموعة وبشكل سريع مثل ما اتفق إنه في حالة الـ verb 1 والـ verb 2 و verb 3 هي عبارة عن have و has ثم بعد ذلك had verb 2 و had verb 3 تمام؟ حلو مية بالمية وقسمناها على المشارفة المجدعي نعيد في الموضوع بس أنا بديك تعرف ماذا يأتي بعد مجموعة الـ have بعد مجموعة الـ have بيجيني بس verb 3 يعني فعل بالتصريف الثالث إذن فعل بالتصريف إيش الثالث فأنا دائما بعد مجموعة الـ have إذا انتفقنا اللي بيجي وراءها في التصريف الثالث فالموضوعها بسيط جداً يعني إذا أنا بدي أحكي والله I have سافرتو بدي أحكي أنا سافرتو I have traveled فأنا تلقائياً راح تكون في التصريف الثالث هاي traveled verb 3 I have traveled طيب she has for example طيب she has for example eaten she has eaten her meal يعني هي تناولت وجبتها طيب كمان وحدة منحكي والله على سبيل المثال he had he had spoken he had spoken English تكلم اللغة الإنجليزية ركزني في الثلاث أمثل اللي أنا سويت لك إياهم هون عشان نفسر ونحلل رقم واحد أجتني have على طول أجوراها إيش فعل في تصريف الأول لا الثاني لا الثالث إذا travel تصريف ثالث has أكيد أجوراها eaten وأيتن ما تصريفات اللي هو تصريف ثالث وبعدها had I have spoken كذلك الحال verb 3 لحد هون تمام طيب كيف بد أن في هاي الجملة بسيط جداً اتفقت إنه في عندي أنا أداة النفذ جبارة هاي اللي بتمسك كل الأفعال المساعدة بتقعد حالة طول بتحط كرسيها وبتقعد وراء الفعل المساعد تقول له إنت ملكش دعوه خالص شايفين كيف؟ إذا النط هاي عبارة عن أداة جبارة شو بتسوي؟ بتخرب كل معنى الجملة بتعكسه يعني إذا جبناها وقعدناها على الكرسي تباها وحطناها وراء أي فعل مساعد بتقول للفعل المساعد كيش كيش إنت ملكاش شغل دول مرة حبيبي اللي يرضى عليك عكس اللي إنت بتعطيني إياه أنا بدي أقلبه يعني إذا قال أنا ما سفرتش يعني هي لم تتناول هو لم يتكلم شايف كيف موضوعها بسيط؟ إذا أنا لما بدي أنفيها بس بدي أحكي haven't بدي أحكي hasn't وبدي أحكي اللي هي آخر شيء haven't في أسهل من هيك هذه منسميها اللي هي damage لما أنا بدي أدمج تمام لما أنا بدي أدمج الأداة النفية بالفعل مساعد بإمكاني أسويها بالlong form أو بالشورت فورم بالشكل القصير يعني بقدر إني أحكيها بهاي الطريقة تقدر تحكي have ثم not لكن تبدو أجمل وأصلح وهيك يعني تعطيها رونق إنك إنت تدمجها وتسويها بهاي الطريقة فأنا وجود الأبوستروفي فاصلة علوية بنسميها أبوستروفي دلت على إنه إحنا دمجنا وحذفنا حرف الأو من أداة النفينة فأصبحت haven't hasn't and hadn't جهزين للسؤال اللغم؟ تعال نشوف مع بعض يام اتذكر اتذكر هون شو كتبنا إيش بيجي وراها فعل بالتصريف الثالث قبل ما أمسح إيش بيجي ورا مجموعة الhave فعل بالتصريف الثالث طيب الآن شوف لي هاي الجملة اللي أنا بدي أعطيك إياها وحاول إنك تنفيلي إياها تمام؟ هاي رقم واحد الجملة بنسميه challenging question يعني سؤال في تحدي إذا قل لك على سبيل المثال I have a fast car وإنت هاي الجملة عبارة عن إثبات قال لك يا أبو الحبايب حول لي إياها لنفي فعلى الطول إنت شو بتحكي لسان صام قال إنه بس تشوف الhave أو أي فعل مساعد طب أداة النفي قاعده أداة النفي قاعدها بكرسي وراء أداة النفي النط حطي إياها وراء الفعل المساعد خلص إنك هيك نفيتها محلولي في جسم من هيك فإنت بتروح بتحكي والله أنا لو بدان فيها بدي أقول I haven't a fast car هون إنت خبصت الشرق بالغرب أوف ليش أنا بقول لك ليش شو اتفقنا يجي بعد مجموعة الدو لازم يجي وراء فعل بالتصريف الثالث حتى إني أصنفها من مجموعة الhave إحنا بنحكي عن الدو إحنا بنحكي عن الhave إذن إحنا اتفقنا إيش بدو يجي وراء مجموعة الhave بدو يجي وراء مجموعة الhave فعل بالتصريف الثالث وإلا هي ليست من مجموعة الhave بجيب أتطلع على الhave أجى وراها fast car fast عبارة عن adjective يعني صفة يعني ما أجى verb 3 إذن أنا ما بقدر أنفي الhave والهاز والهاد بنت إلا إذا أتى وراها فعل بالتصريف الثالث ما أجاش وراها فعل بالتصريف الثالث أنا كيف بدي أنفيها يا أستاذ بروح على مجموعة الدو بقولهم يا حبيبي الله يرضى عليكم مجموعة الدو بروح على الزعيم كبيرهم كبيرهم الدو يا دو يا حبيبي بدي أنا أخذ واحد من الأفعال الموجودين معك حتى إني أنفي هاي الجملة لأنه ما أجاش وراها فعل بالتصريف الثالث فأنا بدي أستعين في مجموعتك للنفي من روح على مجموعة الدو آه من روح على مجموعة الدو بيقول لي والله الكبير تبعهم على عين وراسي حاضر عصام امرني ايش بدك ايا واحد بس قول لي شو زمن جملتك عشان اعطيك الفعل المساعد او الفعل المناسب انه يجي يركب في الجملتاتك حتى تنفيها بيقول لي والله يا صديقي انا عندي هاي عبارة عن هاذ بيقول لي بس امورك محلولة فانا لما بدي احول هاي الجملة شوف 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 هيك لما بدي احولها بيقول لي ايش موجود عندك بيقول لي والله هاي بيقول لك بس خلص استخدم خد الدو خد الدو عطيني وراها دات النفي نت فبتصير اي دونت اي دونت هاي دونت هاي فاست كار انا لا امتلك سيارة سريعة هيك اثبتناها بطريقة صحيحة اذا انا بدي اياك تركز اذا لم يأتي بعد افعال الهاف فعل بالتصريف الثالث هون بدخلش النط على الهاف والهاز والهاد بالمرة طيب انا شو بدي اسوي بروح على مجموعة الدو بقولها يا عمي اعطيني واحد من الافعال تبعتك هل بدك تعطيني دو ولا بدك تعطيني دز ولا بدك تعطيني اللي هي دد بتقول لي بسيطة تعال قل لي شو الفعل اللي عندك بقولها هاف بتقول لي خودي الدو طيب حتى اريحك من الموضوع اذا كانت الجملة تحتوي على هاف وكان بعديها فيربي ثري لا فيش فيربي ثري تمام كيف انا بدي انفيها بحولها للنفي باستخدام دونت ثم بعد ذلك بكون في عندي الهاف هاي واحد طيب اذا اذا كانت الجملة هاف ولم يأتي بعدها فعل بالتصريف الثالث بستخدم دونت هاف وبكمل الجملة طيب في بدائل اخرى في شغلات ثانية بيقول لك اه طبعا اذا كانت الجملة تحتوي على هاز مش هاف الهاف كتبناها طيب اذا كانت تحتوي على ايش على هاز وما كانش وراها مكانش وراها فيربي ثري في الجملة لما انا بدي انفيها باخد دونت ثم بعد ذلك بستخدم هاف ركز طيب يعني اذا الجملة تحتوي على هاز وما جاش وراها فعل بالتصريف الثالث عندنا فيها بنستخدم شكل دونت ثم هاف اما اذا كانت الجملة تحتوي على هاد ولكن للأسف ما كان بعدها فعل بالتصريف الثالث نو طبعا كيف بدان فيها نفس مجموعة الدول كريمة بتقولي تعال الهاد ماضي خد الدد هذا اكثر شيء بيزبط معاك فمنستخدم ديدنت ثم بعد ذلك بدي يكون في عندي الهاف هاي النقطة انا حبيت انوه الها لانه في ناس كتير ممكن انها تخربط فيها هذا كل الكلام اللي حكينا حتى اني ما اوقع في خربطة اذا اجتني جملة فيها هاف او هاز او هاد وانا بدي انفيها فبدي اطلع على اللي بعديها اذا اجا بعد الهاف والهاز والهاد نوت اذا اجا مش نوت اذا اجا بعد الهاف والهاز والهاد فعل بالتصريف الثالث خلص انفيهم قول هافنت زائد فرب ثري قول هازنت قول هادنت زائد فرب ثري اما ما اجاش بعديهم فرب ثري فانا بنفيهم بالشكل اللي انا دونت لك اياه هون بالاسفل يعني ما اجاب فرب ثري كانت الجملة تحتوي على have وما فيها verb 3 ركز فيش فيها بس تخدمها بان فيها don't have إذا كانت have فيش وراها verb 3 بان فيها doesn't have وإذا كانت have فيش وراها verb 3 بان فيها ايش didn't have بهاي الطريقة احنا فهمنا كيف نبعد عن المشاكل والأخطأ طيب ممتاز خلصنا من verb to have يلا تعال الروح على المودة الفيربز بسيطة جدا المودة الفيربز يعني هي الأفعال الشكلية أو الناقصة ولا أسهل من هيك طيب إيش بيجي ورا الأفعال الشكلية أو الناقصة دائما يأتي بعديها إشي اسمه اللي هو base form يعني الشكل الأساسي من الفعل كيف يعني الشكل الأساسي من الفعل يعني رأس الهرم تبعهم لو أنا وإنت وإنتي فتحنا كتابنا الانجليش على كتاب التمارين والأنشطة في نهايته من أول ما بلش ندرس لحد اليوم وحتى في التوجيه موجود إشي اسمه list of irregular verbs قائمة الأفعال الشاذة الأفعال الشاذة الشاذة رح تعرف إنها مقسمة بهذه الطريقة أول ما تفتح اللي إحنا منسميه verb 1 هو هيكون مكتوب إشي اسمه base إيش form ثم بعد ذلك هيكون في عندي إشي اسمه اللي هو past symbol الماضي البسيط ثم بعد ذلك بدي يكون في عندي اللي هو past participle الماضي التام الماضي البسيط والفعل الأساسي اللي إحنا تعودنا نسميهم verb 1 verb 2 and verb إش 3 وبالتالي لما يكون في عندي واحد من أفعال الموديلس بدي أنا أستخدم القائمة الموجودة أول قائمة اليسار اللي مكتوب فقيها base form يعني في الشي زيادات الشكل الأساسي يعني إذا قلت لك على سبيل المثال I can ثم بعد ذلك أعطاني فراغ and the sea تمام وأعطاني خيارات كالتالي قال لي والله swims ثم بعد ذلك ب swim وأعطاني في c swim وثم بعد ذلك في d آخر إشي قال لي والله swimming طيب الآن أنا بدي أختار شو بنختار على طول أول ما أشوف إنه ما قبل الفراغ أجاني واحدة من أفعال الشكلية model verbs تفقنا نيجي ورها الفعل الأساسي بدون زيادات هاي فيها زيادة S إذن هاي لا طيب swim A هاي verb 2 هاي ماضي إذن هاي ليست الباس فورم الباس فورم بيختلف عن الباسد سيمبل والsee هي swim هذه اللي هي الباس فورم swimming أكيد لأنه عليها زيادة ال-ing فالجواب الصحيح اللي هو swim فبقول لك I can swim and the sea أنا بقدر إني أسبح في البحر تقدر تسبح والله بتدالي ولا يدخل أنا بأسبح ولا على بالي أوكي في حالة النفي موضوعها بسطي طبعا كل أفعال الشكلية ذكرناها من قبل بس ضيف عليها اللي هو النط يعني على سبيل المثال كان لو أنا بدي أن فيها بقول والله كانت مثلا أوكي طيب ممكن اللي هي المست بنفيها اللي هي بهذه الطريقة بهاي الطريقة أوكي أو بقدر إني أسويها اختصار أو بخليها بالشكل الطويل لكن أنا بفضل إنك تسوي لها اختصار طيب لو أنا بدي أسوي لها سؤال ننتبه على هاي الطريقة لو أنا بدي أسوي لها سؤال الواحد سألك سؤال واللهي هل تستطيع أن تسبح؟ لا لو بدك أنت تجاوب عندك واحد من الاثنين يا إما بتقوله نعم بقدر أو لا ما بقدر طب إذا كانت نعم أنت بتقدر حتكون ياس طيب خلينا بس نعدل الأمور عشان تكون واضحة أوكي إذا أنت بدك تجاوب حتقول يا إما ياس لحد هن ما بينفع الجواب لازم تحكي نعم أنا أستطيع فبتحكي yes I can أو إذا أنت ما بتقدر بتقول والله no إذا حكيت no ما بتقدر تحكي no I can تقول no I can't ما هي النو نفي فأنا لازم يكون فيها نفي no I can't إذن بهاي الطريقة إحنا بنشتغل إيش يقسمه اللي هو المودة الفيربس حبايبي طلادي بهاي الطريقة منكون وصلنا إحنا وختمنا موضوع أو الهلبنج فيربس الأفعال المساعدة بالطريقة المناسبة ما لها وما عليها مستمرين معاكم جيل 2005 لعيونكم إحنا على طول الطريق وإيدينا بإيديكم لكن شدوا الهمة وإن شاء الله رح نوصل ونشوفكم في الحصة الجاي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر